عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية اوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين وضمان عدم تأثر توافر السلع بالازمات الدولية المتعاقبة ووجود رصيد مطمئن منها اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين وضمان عدم تأثر توافر السلع بالازمات الدولية المتعاقبة ووجود رصيد مطمئن منها كما تناول الاجتماع جهود المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لانشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية واستكمال المشروع القومي للصوامة لتأمين مغزون كاف من السلع الاساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام وذلك في اطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الامن الغذائي المصري اوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبما يلبي كافة احتياجات ابناء الشعب المصري كما وجه سيادته بتوفير امدادات غذائية اضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طن للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة